عباد الله الضابط في معرفة الخارجي إذا أظهر القول بالخروج على ولاة أمور المسلمين أو كفر المسلمين بالكبائر أو صحح مذهب الخوارج واستحل الدماء المسلمين أو غير المسلمين باسم الجهاد في سبيل الله وإن كان المنكر فتلك هي الضوابط التي يعرف بها الخوارج سأتون بكيف المسلمين بالكبائر سأتون بكيفتك سيوال وإن كان المسلمين من قبل وهذا قبل بحضاء المسلمين والمسلمين وإن صارو من قبل كان المسلمين بالكبائر بالكبائر تقول بكال جهب العزب ليس النهائي وقبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوماً أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة رواه البخاري يجيل بخباته عليه الصلاة والسلام ده لصوص الحديث ده لفا يعني في آخر الزمان لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجراء لمن قتلهم يوم القيامة فالإختيال مثل ما تشاهدون الآن وتسمعون ce que vous entendez ce que vous voyez dans notre époque le fait qu'il y a certaines personnes qui sortent et tuent les musulmans et les noms musulmans بارك الله فيك هذا من عمل الخوارج tous ce qui font ces gens-là c'est الخوارج بارك الله فيك أتباع أسامة بن لادن وغيره ceux qui suivent les suiveurs de Osama بن لادن de الظواهري وغيره هؤلاء المنحرفين هؤلاء المنحرفون ces gens يعني les suiveurs de ces zigari بارك الله فيكم وما حدث في مدينة تولوس حيث قتل هذا الرجل بوحشية تعم ثلاث أولاد ورجل من الجالية اليهودية وقتل شخصين من الجيش الفرنسي نقول هذا ليس من أمور الدعوة ولا هو من الجهات سبيل الله بل هو عدوان وجريم كبير نكرار et ce que vous avez entendu dernièrement cet homme celui qui est sorti il a tué trois enfants et un homme qui s'appartient à la communauté juive il a tué deux personnes aussi qui s'appartiennent à l'armée française avec يعني il les a tuées d'une façon elle est horrible بارك الله فيكم هذا والله ليس من الإسلام il n'est pas de l'islam بارك الله فيك ولا ليس جهد il n'est pas جهد بارك الله فيك هذا عدوان c'est une injustice وجريم كبير نكرار et ça c'est un crime énorme بارك الله فيك وانتم تعلمون أنا من أعظم الظنوب بعد الشرك بالله et vous vous saviez qu'après l'association après l'association c'est le fait de c'est le fait de tuer بارك الله فيك نعم من أعظم الظنوب كذلك التخريب والتفجيرات et les gens qui se font exploser هذه تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل et aussi ça rapporte كل كل من chez les musulmans يقول تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون إذا سوف يقصد للصوص نجي الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا نجي الله أو نجي الله بارك الله نعم وقالتبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلا هم آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضعف له العذاب يوم القيام ويخلد فيه مهانا et dans ce verset الله تعالى il nous dit aussi parmi les méchés qui sont énormes c'est le fait de tuer بارك الله فيك il nous dit celui qui fait ça dans leçon du verset يضعف له العذاب يوم القيامة نعم يضعف الله عز وجل il va multiplier le péché à cette personne نعم ويوم القيامة يعدمه الله جل وعلا et le jour du jugement dernier الله عز وجل il le châchit وهذه آيات تدول على تحرم قتل المسلم وغير المسلم كما تفعل الخوارك et tous ces versets ça nous doit l'apprendre de l'interdiction de tuer un musulman ou un non-musulman بارك الله كما pas comme ils font هؤulاء الخوارك وقال كل سناؤه موؤودة سُئلت بأي ذنب قتلت الموؤودة إذا سُئلت يسأل الله جل وعلا بأي ذنب قتلت نعم أيها الأحباب إن القتل بغير حق حرام le fait de tuer sur l'injustice c'est illicit والأصل في الكتاب والسنة والإجماع tout ça vous le verrez clair dans le livre saint dans la sune de Kupat عليه الصلاة والسلام أما الكتاب فقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق dans le livre saint dans le son de Kupat nous ne tuer pas النفس التي حرم الله إلا بالحق كالله عز وجل nous a interdit de tuer وتبت النهي عن قتل البهيم بغير حق et aussi on a l'interdiction de tuer البهيم anonimal بغير حق والوعيد في ذلك والوعيد في ذلك فكيف بقتل الآدمي فكيف بالتقي الصالح imagine نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله قال اجتنب السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتي والتولي يوم الزهب وقتل المحصمات المؤمنات الغافلاء ترواه الجماعة نعم النبي صلى الله نجي افوط فاق لست اشي لست نعم وسميت الموبقات لأنها سبب الإهلاك الإهلاك مرتكبيها c'est la cause لأن personne qui fait un de ces péchés يعني sa craint ou sa ris pour lui يعني le grand châtiment le وَلَا يَفِي بِذِعَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي فَلَيْسَ مِنِّي النبي صلى الله عليه وسلم dans ce hadith il nous dit s'il y a parmi s'il y a des gens parmi ma communauté soit qui tuent le musulman ou le non-musulman يعني هؤلاء الذين بيننا وبينهم عهود ce qu'on a de part entre nous il y a barakallah فيكم فيقول النبي عليه الصلاة فليس من il y a pas de moi هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم فنقول لا يجوز لا يجوز القتل لا يجوز القتل بارك الله فيك وما فعله هذا الشاب skill of instruction يعني بهذه الوحشية وبهذه الطريقة هذا مخالف الكتاب والسنة نعم مخالف الكتاب والسنة وهذا ليس من ديننا إسكلا في السجان إلا باد نضغول الجم مارك الله فيك حتى فنحن نقول زاكم الله خير حتى لا يعتقد البعض أن هذا من الإسلام حتى هؤلاء يسئون إلى الإسلام كم سيخ تنجون يفون با كو سي الإسلام كي جسا ونجي لا أيها الأحبة هذا ليس من الإسلام نعم يسئون إلى الإسلام الإسلام نعم وقد صح عن النبي عصر السلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة معاهد لم يرح رائحة الجنة نعم هذا قول النبي الصلاة والحديث عند البخاري الحديث إلى عند البخاري أقول إن هذا القتل عمل إجرامي بإجماع المسلمين وذلك للأسباب الآتية هذا عمل إجرامي إن أولا في هذا القتل هتك لحرمات الإسلام المعلومة بالضرورة هذا لفات هتك لحرمات الإسلام المعلومة بالضرورة هتك لحرمات الأنفس المحصومة الله عز وجل ينسجد لنبات ونبات ونبات وهتك لحرمات الأمن والإستقرار وحياة الناس الناس نعم الامنين المطمئنين في مساكنهم وهتك للمصالح العامة التي لغين للناس لحياتهم عنها ونحن نقول هذه جريمة من تجرأ على حرمات الله وظلم عباده واخاف المسلمين والمقيمين بينهم واخاف غير المسلمين فويل له ثم ويل له من عذاب الله ونقمته ومن دعوة تحيط به نعم بارك الله فيه الويل ثم الويل من عذاب الله ونقمته نعم نعم فيجب أن يكون موقفنا نحن المسلمين واضحا أمام غير المسلمين في بيان حكم الشريعة الإسلامية في الإضرار وقتل آخرين فنقول لهم بكل وضوح إن الإسلام يحرم الإضرار يحرم الإضرار بالأبرياء إنه ي líqu일نا في لا مراقبات يقولون تك **** إن الإسلام يتحكّش 올라 مسلمين في الجمع każdfائي أو لا مرحوي نعم ، يقول لهم بكلوا يحرم الإضرار في جميع الإسلام والأخذ في القناة والsyOpen الإسلام يتحكّش كان يعبدال بالأبرياء إنهم يحرم الإسلام أو يتحاجة أو يتحر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ذراب وأنه لا يجوز قتل المسلم الكافر أو المعاهد المسلمين عهد شرعي هذه البلد بارك الله فيكم هذا البلد الذي تعيشون فيه بارك الله فيكم بيننا وبينهم عهود بيننا وبينهم عهود نعم لا يجوز لا يجوز أن نتعدى عليهم لا يجوز أن نتعدى عليهم فل لابد للمسلم الإحسان إليه لإحسان إليه وندعوه إلى الإسلام ونؤلف قلبه يعني لنوم مسلم إذا كان مسالم فهذا نحسن إليه on lui fait جميع on essaie de lui montrer de lui informer sur la religion de l'islam اسمع ماذا يقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصد إليهم إن الله يحب المقصطين يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود نعم فنقول الإرهاب ليس سببه التمسك بالكتاب والسنة كما يقول البعض الإرهاب ليس سببه التمسك بالكتاب والسنة ليس سببه التمسك بالكتاب والسنة نعم لابد أن يفهم الجميع هذا نعم فنقول له أسباب كثيرة يوجد الكثير من المقصطين ومن أهمها واختارها الفهم السقيم لنصوصي القرآن الكريم نقول الفهم السقيم c'est le fait que les gens ne comprennent pas نعم والحاصل هنا في فيرنسا ما يحدثون هنا في فيرنسا تصدرى بعض الناس بعض الشباب يوجد الكثير من المقصطين بارك الله فيكم يفهم يعني 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 ça c'est des gens qui ont pris la place des imams ils ont pris la place qu'ils ont la place des gens de science que eux ils n'ont pas la science نعم ils n'ont pas la science ils ne sont même pas recommandés par les savants فظلوا وأظلوا ils se sont égarés ils se sont égarés les gens نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة رائحة الجنة نعم لا يجوز بارك الله فيكم بفهمهم القاصر للقرآن والسنة بفهمهم القاصر ف يضلون عباد الله le fait qu'ils ne comprennent pas le Livre de Sayyir la Sunna جبقى عيسى الثلاث ils vont s'égarer ils vont égarer les gens ils vont prêcher les gens et on voit qu'ici en France il y a la plupart des imams la plupart des imams qui tientent les moquer ils n'ont jamais étudié ils n'ont jamais étudié comment vous voulez que cette personne il va représenter l'islam comment vous voulez que cette personne il va prêcher les gens les gens il va les prêcher vers l'islam وَوَلَمْ يَفْقَ وَوَلَمْ يَتْعَلَّمْ et lui il n'a pas appris بارك الله فيكم et nous dans notre religion celui qui n'a pas étudié celui qui n'est pas recommandé par les savants il n'a pas le droit de faire des discours الذي لم يُذَكِّهَ العُلَمَاء لا يجوز له أن يتصدر للدعوة il n'a pas le droit de prêcher les gens par peur de les égarer et pour défendre cette religion il n'a pas le droit de l'islam de l'islam هؤulاء الخوارج نعم سواء بنظر الغربيين أو غير الغربيين ونقول وأعني بهم أولئك الذين يلقون المتفجرات أو هؤلاء الذين يقتلون الحبرياء أمثال هذا محمد له من الله ما يستحف قتل ثلاث أولاد ما دنبوه هؤلاء يكون محمد أولاد يت Nord يتحدث النظر المتفجرات يتحدث 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 donde تشارعهم ما في نسل ان يتحدث تشارعهم ما في نسل خلال ان يتحدث يتحدث عندما يسلم الله نحن كيف يقول يسلم السلام يتحدث يقول اللهم يتحدث يتحدث ماذا تقول الله جل وعلا ماذا تقول الله سبحانه وتعالى زعبا منهم أن هذا من الجهاد سبيل الله فنقول هذه جريمة هذه جريمة هذه فضة لا نقول هذه جريمة هذه جريمة والحقيقة أنهم أساء للإسلام وأهل الإسلام لأنهم في جمال الإسلام وأيضا يعني نعم بارك الله فيكم ماذا أنتج هؤلاء ماذا أنتج هؤلاء فنقول بارك الله فيكم ابتعدوا عن هؤلاء إلوانيكم de cela سيبوز الناسي الموسكي ووجدتم من يرويج هذه الأفكار الخبيثة et vous voyez qu'il y a des gens qui parlent يعني qui suivent de cela نعم فعليكم أن تخبروا يعني تخبروا يعني المسؤولين على المسجد أو تخبرون للإمام نعم حتى يحضر منهم نعم وحتى لا ينتشر شرروا في ذلك المسجد et je conseille toutes mes frères et toutes mes soeurs je leur dis quand vous entendez des gens يوراويدون ça veut dire qu'ils essaient de propager ces idées بارك الله فيكم informer les responsables de la mosquée informer l'imam qui est là qui est sur place بارك الله فيك حتى يحضر منهم comme ça il met en garde contre eux et là on dit aussi بارك الله فيك pour ce qui s'est passé les événements qui s'est passé c'est un événement qui est vraiment triste qui est vraiment triste à toucher tout le monde on dit يعني le حضر الذي يعني يفرح هذا on met en garde celui qui montre qu'il est heureux qu'il est satisfait de ce qui s'est passé بارك الله فيك بارك الله فيك فأعلم أنك موقوف ومسؤول موقوف بينا يدي الله اللعلى ومسؤول عن هذا on lui dit fais attention الله عز و جل il te posera des questions بارك الله فيك et celui qui est satisfait de ce qu'il a fait ce criminel on lui dit c'est comme tu es son complice بارك الله فيك même si tu fais un sourire ça veut dire que tu es un complice نعم و هذا لا يفرحنا et ça ça ne nous rend pas heureux ça nous rend encore triste بارك الله فيكم فأقول إتقوا لها رب العالمين و بتاعدوا عنها ولا إلا خند الله عز و جل et éloignez-vous de ces gens-là ولا les gens يعني comme cela بارك الله فيكم حتى لا تتكرر الومور comme ça les choses ne se répètent pas نعم أيها نعم و هذا نقول قد دفعنا عن دين الله رب العالمين et avec ça on aurait montré qu'on est en train de défendre notre religion et on est en train de faire boire aux autres aux non-musulmans on est en train de leur faire boire le vrai image le vrai islam بارك الله فيكم أما ما فعله هذا الرجل فهو جريم بارك الله فيكم و هو ليس بشاهيد كما يقول ce qu'il a fait c'est un crime و ليس بشاهيد il dit qu'il est martyr il n'est pas martyr بارك الله فيكم بعم il dit qu'il n'est pas martyr فهذا يخشى عليه العدب العلم و القيامة ça craint pour lui le plus grand châtiment le jour du jugement dernier هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه